كشف معهد النقل الكوري اليوم عن خطة عشرية لبناء شبكة للسكك الحديدية الوطنية وطبقا للخطة من المتوقع أن تربط السكك الحديدية السريعة في غرب منطقة العاصمة الكبرى منطقة جانكي بمدينة كيمبو بستاد بوتشون بالشامل بحيث ينخفض زمن الرحلة من كيمبو إلى بوتشون من 69 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط وقال المعهد أنه وضع تلك الخطة بناء على دراسة جدوى بهدف إحداث التوازن بين منطقة العاصمة الكبرى والمناطق المحلية الأخرى إلى جانب التأثيرات على مسارات السكك الحديدية القائمة وتضمنت الخطة بالإضافة إلى ذلك مخططا للسكك الحديدية الوطنية بحيث يتم توسيع سعة المسارات في المناطق التي يتركز عليها تسيير القطارات